كر وفر في الحرب المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا لما يفوق السنتين عمليات عسكرية وهجمات متبادلة برا وجوا دون أفق واضح وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها هجمت الجيش الأوكراني في اتجاهات متعددة ودمرت خمس دبابات من بينها دبابة أمريكية الصنع بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة ومركبات مشات قتالية ومدافع هوترز كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية 131 طائرة بدون طيار أوكرانية وأسقطت عدة صواريخ في حين أعلن حاكم منطقة بيلغورد الروسية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بمسيرة استهدفت مبنى سكنيا في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن تدمير 84 من أصل 99 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية على قطاعي الوقود والطاقة القصف استهدف عشر مناطق ملحقا أضرارا بمحطات طاقة ومنازل كما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص يقول وزير الطاقة الأوكراني أعلنت أكبر شركة خاصة للكهرباء في أوكرانيا أن محطاتها الحرارية الثلاث تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية مما جعلها تفقد نحو نصف قدرتها الإنتاجية حرب مستعرة على الجانبين دفعت قائد الجيش الأوكراني للتصريح بأن جنوده يقاتلون على الجبهة بأسلحة وذا خائر قليلة أو شبه معدومة ومجددا دعوته الغرب إلى تسليم العتاد الحربي إلى بلده بوتيرة أسرع في وجه جيش روسي كثف عملياته الجوية وبين جولات القتال والقصف الميداني تعلو السجالات حول صيغ السلام روسيا ترفض أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا وأي شروط صيغت من أي طرف آخر يقول المتحدث باسم الكريملين مشيرا إلى تصريح وزير الخارجية الأوكراني حول صيغة للسلام تشمل قائمة ببنود للتفاعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر